كلاف اللي دب بين نتنياهو وبين شركائه عنده اتنين شركاء الشريك الاول اللي هو بنغفير الاعلى صوتا والارهابي القاتل الدموي اللي بقول جميل انت عايز بنغفير بيقول له انت معاك اليمين المتطرف اللي هو بنغفير وسموتريتش وغيره وقادرين ان احنا نفرز قيادات عظيمة ونقدر نخلص على الفلسطينيين ونقدر ننتصر ونقدر نعمل بيقصد انه وبيهدد نتنياهو بيقول له لابد انك تفك الشراكة بينك وبين جانتز زعيم المعارضة واحنا هنعوض هذا الكلام لكن جانتز بعت رسالة لنتنياهو قال له قدامك ست اهداف تحققهم وترد علي قبل تمانية يونيو اللي جاي يا اما انسحب تمانية يونيو اللي جاي انسحب من التشكيلة الحكومية يبقى نتنياهو عنده اتنين شركاء شركاء مخالفين زي بقوله بن غفير بيقول له انت سيبك من جانتز وجانتز بيقول له سيبك من غفير ده بيقول له نكمل ندمر ما تبقى من غزة ونضرب السلطة الفلسطينية بالنار وده كان عنده صورة شهيرة او فيديو شهير وهو مطلع المستدس بداعه بيدرب الفلسطينيين في الشيخ الراح يعني لسه فيديو طالع لي من دول طبعا مكتوب غلط انه هو بيدرب المستوطنين هو مدربش المستوطنين ده كان مطلع كان لسه بقاش وزير كان نائب كان بيطلع المستدس من من معاه وبيدرب بيهدد الفلسطينيين بضربهم بالنار وهو عدو في الكنيسة لم يكن وزيرا فده ده موي ده احد المشاركين بشكله وباخر في قتل ربيين فده ارهابي ده بيهدد نتنياهو وبيقول له لابد ان تفك الارتباط بينك وبين جانتس معارضة دول ناس يعني اهو اهو ده ده الفيديو الشهير لي بن غفير وهو اهو قدامك لابس الطائية ودول ده في الشيخ الراح بالمناسبة ودول فلسطينيين متظاهرين فلسطينيين وهو ده قدامنا هذا القاتل الصهيوني البرباري مسك المسدس في ايه ده قدام حضرتك مسك المسدس بشكل يعني يعني عنصري اهو شايفين ده وزير ودول الفلسطينيين الغلابة اهو ده مطلع المسدس بيهددهم بيه شايفين ده وزير الامن القومي الاسرائيلي ده اللي بيخوف نتنياهو دلوقتي اهو هو البعير اللي قدامنا ده اهو اهو شايفين يعني اهو خدوه الحراسة بتاعته وبعدوه اهو ده 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 راجل ما بيتفهمش الا بالاسلوب البرباري الهامجي سواء مع الفلسطينيين اهو المستوطنين او غيره عموما ارجع لجانتس اللي هو بيني جانتس هدد بالاستقالة من حكومة الحرب الاسرائيلية وقال له لو رفض بن يمين نتنياهو المصدقة على خطة لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة انا هستقيل وقال كمان يجب على حكومة الحرب الصياغة والموافقة بحلول تمانية يونيو على خطة عمل تؤدي الى تحقيق ستة اهداف استراتيجية تات اهمية وطنية او سنتطر الى الاستقالة من الحكومة ايه يا بقى الحاجات ستة اهداف يوافق عليها نتنياهو قبل تمانية يونيو هي اعادة الاسرة تقويض حكم حماس نزع السلاح من قطاع غزة اقامة ائتلاف اوروبي عربي الادارة القطاع لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية بقادة محمود عباس اعادة سكان الشمال الى منازلهم بحلول شهر سبتمبر ضمان خدمة كل الاسرائيليين في الجيش الاسرائيلي والعمل على التطبيع مع السعودية كجزء من عملية شاملة لانشاء تحالف مع العالم الحر والغرب ضد ايران وحلفاء ست مطالب لبيني جانتس لنتنياهو وإلا هيستقل من حكومة الحرب الحالية طبعا بن غفير ماس كيتش دعا نتنياهو الى طرد جانتس وجالنت كمان قال له اتمر بن غفير اللي كانت شايفينه ومسك المسدس بيهدد الفلسطينيين دعا رئيس الوزراء نتنياهو اقالة وزير الدفاع يو اف جالنت وبني جانتس مشددا على ان هذه حكومة يمينية هناك مرشحين جيدون وسيجد نتنياهو من يعينه بقول له سبق منهم انا معك طبعا الايكونوميست قالت الجيش الاسرائيلي عالق بحلقه عالق بحلقة الموت في غزة خلاص هو دخل دوامة الموت في غزة ده مين الايكونوميست اللي بتقول ده بعد سبع شهور اسرائيل دخلت في دوامة ومش عارفة تخرج منها والجيش الاسرائيلي عالق بحلقة الموت وبايدن لم يستطع الحفاظ على تهدداته لاسرائيل والوضع بات يعني سيئا للغاية ترجمة نانسي قنقر